اجتمع مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لمناخشة عرض مهم من الملفات الخاصة بعمل وزارة الخارجية وحضر الاجتماع السفير ياسر رضا مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية والسفير اسماعيل خيرت مساعد الوزير الخارجية شؤون القنصدية والمصريين في الخارج سفير إيهاب عوض مساعد الوزير الخارجية للشؤون الأفريقية سفير أشرف إبراهيم أمين عامل وكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزير مفوض أحمد طايع مدير وحدة مياه النيل وموضوعات المياه الإقليمية ومتعددة الأطراف الحقيقة السفير تميم خلاف قال إن هذا الاجتماع نوقش فيه العديد من الملفات وكان تركيز معالي وزير الخارجية على الملفات الحقيقة من ساعة توليه المسئولية حتى الآن يعني النشاط المكثف على المستوى الدبلوماسي والمستوى السياسي كان المستوى الاقتصادي له نصيب كبير الحقيقة وده بيعكس توجه الدولة وتوجه الحكومة وتوجه الوزارة ناحية التنمية والاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية وتطبيقها على أرض الواقع وفي القلب منها الملفات الأفريقية لأنه زيارة رئيس زيارة وزير خارجية إلى زياراته الخارجية كلها كان لها طابع إما سياسي إما يعني استراتيجي لكن كان القاسم المشترك هو الدبلوماسية الاقتصادية وكل الموضوعات التي نوقشت كانت بترتبط ترتبط موثيقا بجازب استثمارات جازب المستثمرين لقاء مع شركات وكانت القرى الأفريقية لها نصيب الأسد من اهتمام وزير الخارجية خلال المرحلة الماضية عموما يعني رئيس الوزراء كان بيتكلم مع وزير الخارجية وبيتابع معه هذه الملفات لأنه الحقيقة الوكالة المصرية لضمان للصدرات والاستثمار في أفريقيا أيضا يعني من الملفات المهمة اللي نوقشت النهاردة والتنصيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية تعزيز العلاقات التجارية الإثمارية مع الدول الأفريقية الشقيقة وكان العلاقات المصرية مع دول القرن الأفريقي الصومال وريتريا وجيبوتي وجنوب السودان وتشاد دي ملفات يعني الحقيقة تحرك فيها الدكتور بدر عبد العاطي واجتماعات مكتفة حضرها في القرن الأفريقية تقابل تقريبا مع كل زعماء القرن الأفريقية كل وزراء الخارجية ونشاط مكتف أعتقد أنه غير مسبوق حتى في الأمم المتحدة لما شفنا لقاءة وزير خارجية في أيام معدودة حوالي 136 لقاء مع وزراء ومسؤولين ورأساء وفقود ورأساء دول الحقيقة يعني فيه نشاط غير اعتيادي في وزارة الخارجية نار دايدا نار